عدنا حديث القاهرة ولا شك ان حديث القاهرة مستمر ودائر يعني حول اتحاد الكورة ومستقبل اتحاد الكورة وما الى ذلك بعد ازمة مباراة اثيوبيا ثم النتيجة المباراة الودية مع كوريا وحقيقة الامر انا يعني لخصت رأيي في هذا الموضوع من الاسبوع الماضي وقلت انه الكورة المصرية ومنظومة الكورة المصرية فساد سرطاني لا يمكن علاجه ويعني وانا شكك انه يمكن اقتلاعه اصلا ومن ثم انا مليش داعب الفقرة دي انا يعني انا قلت قولتي انا النهاردة بستضيف واحد من الاسماء المحترمة والاقلام الجادة في وسط الحقيقة لا يتمتع بالجدية الواجبة الوسط الرياضي وقدم لكم الاساس عاطف عبدالواحد وهو مدير تحرير الاهرام الرياضي اهلا بيك يا استيس عاطف منورنا ده نورك ازبراهيم اتشرف ان انا كن معاك الله يخليك ويعزك انا يعني من اللي ببحث عن اصوات جادة وهادئة وموضوعية بلاي واحد من الاصوات المتفردة حضرتك فاحب اسألك كيف ترى المشهد الان على عبثيته وعشوائيته لكن على الاقل وانت المتخصص شايف يعني التفاصيل احنا فلا بنعيش مجهد عبثي وكأنه مكرر يعني حتى لو نجال التاريخ وراه هنلاقيه يكرر بس اللي حصل من المجلس الحالي خلال ست شهور كان ام يعني كمية اخطاء متتالية سواء بقى من جواب الاهلي سواء من الاختيار المدير الفني سواء من حتى اقلت المدير الفني المنتخب الانبي يعني هتقول تعديد مجموعة من الاقطاء ما يرتكبهاش هو لحد لا حتى تفكير المجلس لما تجي شوف تفكيره حتى في انه ازاي هينقذ الكرة المصرية وهيقيدها تاني لانه بتاني طيب سواء هنا مش من باب الدفاع عن مجلس اتحد الكرة لانه الحقيقة لا يعني لا يستأهل الدفاع خالص لكن هو السواء هنا مش كل مجلس بيجي المفروض له حقه في اختيار معاونيه وعنده خطة ويعني ورؤية له اسماء بعينها هتنفزه فلما يجوهم لقوا شوق غريب قالك ده اللي عمله وده اللي عمل تعاقد معه احمد مجاهد بس كابتن هاني بيحبه فاحنا عايزين مدرب تاني وبعدين ما عندناش التزامات في مطشاط منتخب اولومبي فليه ندفع فلوس مدربين مش علي يعني كل زي ما جه كابتن احمد مجاهد ومشى برضو مدربين وجاب مدربين فكل واحد يقولك انا عندي رؤيتي ما هي دي الازمن اللي بيعيشها دايما انه كل واحد بيجي يمسك مؤسسة بيحاول يهد من اللي سابقه صحيح ويبدأ هو من قروج ديب ما بيحاولش يكامل وكأننا بنعيش فكرة او مشروع معين احنا بنيجي كل واحد فينا بيجي لحط ابداعاته وجهده فيه لحد ما هذا يكمل احنا بنيجي لقوم جايين قابل مننا عمل ايه فاللي عمله كده لما احمد مجاهد يعني محمد قابل الله وقابل انا ما اقول لما احمد مجاهد جيه الكل اللي عمر وعمر الجنيني امهده وخسب بالارض لما جيه جمال على امه مجلسه برضك حافظه قابل كل مالك بس ده ده السؤالي انه مش دي يعني مش دي الحياة المصرية ليه انت جايب تعول على اللقطة دي عند جمال علامة وعمل زي اللي عمله غيره يعني انا مال انا شمعنا انا تجاي تسألنا ليه مفروض ان انت بتعلم من اخطائك مفروض ان انت ان احنا بعد تقريبا حوالي الف يوم من المجالس المعينة بعدنا مجلس منتخب انتظرنا ان هذا المنتخب يكون بيدير والمجلس ده منتخب شيء بمنتخب اه ممكن نقول جايب تعيين اه لانه لما اه او بالتوجيء لما اقول ان انا مثلا اعدل فلايحة عدل قبلها حسنا زيناك فز عاطف عبدالواحد مدير تحرير الاهرام الرياضي لانه معنا يعني اسمح لي ان انا استضيف سيادة الوزير المستشار عمر مروان وزير العدل اهل البيكسة المستشار ويبدو ان ثم تعليق لديكم حول ما اثرتم النقاش فيما يخص تصريح سيادتك عن او سمة او شهادات تقدير تميز لسادة القضاء فضل سيادة السيادة مساء الكرة يا سيد ابراهيم مساء النور انا فهلا استمعت الكلام سيادتك بس انا حبيت اوضح امور لانه وضع فيه بعض الالتباه القاضي لا يشكر ولا يزم على قضائه بمعنى مقدرش اقول له والله برافو عليك الحكم ده كويس اوي لا الحكم ده وحش اوي الحكم ده معيب مش عايف ايه يا القاضي لا يشكر ولا يزم على قضائه اما اللي احنا بنعمله ايه احنا بنحفز شباب القضاء على العمل احنا لما بنقول ده كريم المتميزين عندنا متميزين في العلم اللي واخد دكتوراه اللي واخد ماجستير اللي واخد دبلوم فده بنميزه وبنديله شهادة التأدير عشان نحفزه ايضا عندنا بعض السادة القضاء والمسائل المحاكم عملوا افكار في تقنية واستخدامها في المحاكم قدت الى طفرة كبيرة ويعني اسمح لي ان ما كانتش يعني وصلت الصورة لسيادتك اصطبيفك تشوف التطور الرغيب اللي حصل في المحاكم من افكار القضاء هذا العمل الاداري التقني هذا اهلا بنكرمهم عليه تعالى بتقول يا سادة مستشار انه ده لشباب القضاء وانه ده له علاقة بالاعمال الادارية مش الاعمال المنصة بالتأكيد كل تأكيد يا فندي وعنا عايز اقول لسيادتك حاجة الساد رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلى بالجهات والهيئات القضائية اه فيعني احنا مفيش خالص خلاف بين اللي انا قلته والليسيادتك قلته سيادتك الحق فيما يتعلق ضي القضاء عندما يخفي القاضي لكن الاعمال الادارية او اللي شادوا دراجات علمية فتي حاجات كويسة بنحفزهم وبنحفز جرهم وده المقصود وعلى فترة احنا سبق وكرمناهم قبل كده السنة لفات التأكيد السنة التانية بالتكريم فانا بس حبيت اوضح انا شاكر جدا هذا التوضيح سادة الوزير ورأيي انه مهمة للغاية وانه ابانة شديدة للمقصد الحقيقي وهو مقصد لابد يعني انه شار اليه وانه يعني ادراك واضح ويقين مؤكد لدى مؤسسة العدالة في مصر انه قاضي المنصة امر لا يقترب منه في تقديرا او يعني او نقدا وده شيء ما اشكر حضرتك على الاهتمام وعلى التوضيح وعلى تكريم من يستحق من اعمال ادارية لها ان يعني ان تشكر وتمتدع سيد سبراهيم اشكرا اشكرا جدا سيدة مستشار مستشار عمرو مروان وزير العدل واشكره جدا بطلاقة الحال على انه يعني عمرو مروان مستشار لك كبير انه يعني اهتم وتفاعل وده المطلوب من كل مسؤول الحقيقة اشوف يضح نقطة شديدة الحرج ازاي توضح وتقدم وتنور الحقيقة بدون ما يلتبس على المشاهد اي شيء بالعكس في قراءة جدا جدا احنا بتبقى عندنا بعض الامور اللي محتاجة توضيح وتوضحها بينهي كل شيء اما تتطلب ها نوع من الغموط او الكلام كتير بتكبر وتكبر وتكبر ويتقال عليها الغموط يبلع الاوراق اللي قدامك اه الغموط الخماسية برئاسة عمر الجنيني كانت عملت واحدة اتخيل انها واحدة من افضل جماعة العموية على مدارة الكرة المصرية جماعة العموية استمرت بزبط اكتر من 12 ساعة تم فيها لاول مرة منقشة بنود تعادات النظام الاساسي باند باند وتم فيها كمان حاجة ما كانتش تفضلها جماعة العموية ان اختصار جماعة العموية من حوالي 225 نادي الى 134 وتحطي لها نظام قاس قوي وتعملت في رؤية ترشية قبل انتخابات بحوالي شهر او شهر نص تدخلت تم تعديل اللوايح وتم تفصيلها على مئاس الدا وتحولت الانتخابات من انتخابات فردي وفق نظام معين الى انتخابات بالقايمة وعشان كده بقول حراج ايه ان المجلس قلت كلام مبني المجهول بمعنى تم تفصيلها ما نعرفش من الذي يفصل هو مثلا لما يتعامل كان في الجامعة العمومية دي تم وضع يعني في قواعد انت شهيرة متخصص كانت شديدة الحيادية والوضوح والتمام جدا 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 اتغيرت اتغيرت مين من يملك تغيير لما يبقى اكتر من جهة دخلت في ان يتعامل اولا ضمن اللحة النظام الاساسي كان من المفروض انه ما يحصلش ايه تعديل غير بعد سنة يعني يقولك انا مش هتامل محصن اللايحة من التعديل انا مش هعدل اتعدلت بعدها اتعدلت اقلي من سنة يعني اقلي من سنة عدلنا فيها فتدخلت جهات انه لازم تعدل وبعد من الانتخابات كان مفروض انها فردي وفق نظام معين وكان بالعكس كان فيها من الشروط انه اي حد يخش بيتعامل عليه زي مثلا ايه اكنه مثلا داخل حربية او كشف كشف اه يعني يابد انه يقدم كل ما له وما عليه عشان بظبط احنا احنا حكونا فعلا وحنا داخلنا على جمهورها جديدة انا المفترض ان احنا كمان محتاجين الرياضة المصرية فعلا محتاجة تغيير تغيير كامل لان احنا عانينا زي ما حتاج بتقول كده احنا من فترة تقول احنا من فترة تقول احنا من بنوعان بنوعان وكلش تقول تغيير خالص معتاج اختلاع نهائي تعرف الشجرة اللي ذكر شيلها خالص فعشان كده ومط الشجرة جديدة توسم الجميع تبلح توسم الجميع ان ممكن تكون الانتخابات دي انتخابات فارقة في طريق الاتحاد كان فيه مشتاقين كتير كان فيه وجود وجودة كتير وكان فيه ناس شباب كتير او بيخشوا يحلاوهم كل دول انتهم وفجوعنا بانه الانتخابات تمت بالقايمة وانه خلاص مغلقة كان القايمة مغلقة وكان في الاخر بقى عندنا قايمة واحدة بس وعشان ما يحصلش طعن عليها قام احد اول حاجة بالوفا يعني محمد الوفا وعمل تقريبا يعني لا وزا اصير انه كان اتعاملت ايما تانية من مجموعة من الوجوه اللي ما يعرفاش حد حتى في الجمالة الامية واللي ملفتش اصلا يعني مفترض انت تدخل الانتخابات مفترض انك تعمل ايه تمر على الانديات الجمالة الامية تقنح برنامجك باللي هتقدمه في خلال السنة دي ولا راحوا الحد ولا عبروا بالعكس حتى اللجنة الايمة بتاع اصلاة جمال العلام ما راحش حزم وبركات وهم بيروحوا هم قاعدوا وكانوا مفترض انهم بيرفوا في الانتخابات العادية بروحوا ليه موضمنين الحكاية وراهم شغل وراهم بيزنس وده اغضب جمالهم انا عشرت انتخابات كتير افتحاد الكورة وكان دايما وبعرف يا صديقي كابتن واق الجمعة سقط في الترشيح في الانتخابات بتاعت قايمة هانا بوريدة مش كمانش يرده على تليفوناك ما هو على فكرة وعرفش يحميه هانا بوريد وفي الاخر فاعينه مدير كورة علشان الحكاية هو كان قدامه كان في سياتة زي محمد بركات برضو يعني هو انقذ ساب جهاز الفني فارضوه بانه زي خلال درنداني صيط في الالي تعالى عشان كده دي كانت قايمة تم تشكيلها على عدل انت عايز تقوله للناس علشان انا يعني سفامي ماء طيب في الجامعة العمومية دي كان من المفترض انه هيتم انتخاب مجلس جديد و المجموعة من البلوس الجامعة العمومية دي الجامعة العمومية دي كانت في جناير 21 كان من المفترض انه عشان ظروف كورونا واشياء اخرى كان في تلات منزايا آتحاد الكورة منزايا Season 2019 منزايا 20 ومنزايا 2021 تيلات منزايا دي كان من المفترض ان الجامعة عمومية ايه بتناقشهم تصور حضرتك انه انه التلات بزياد دول ما كملوش خمس دقايق يعني على مثلا.. اه اه اصلا الناس كانت مستعجلة مستعجلة ايه اجمال ده فيش انتخابات اساسا يعني ده اللي خضر 119 نادي في 116 اختاروا قيمة ست جمال علام وتقريبا خمس او بتاعه وكان فيه اصوت باطل او حاجة كده يعني في الاخر ايه اصلا ما فيش انتخابات فحنا مستعجلة على ايه بالعكس ده كانت فرصة كويسة جدا جدا وخاصة انه نوع دايمة احنا دايمة بعد ما تخلص نوع نشتيكي الاندياب تشتيكي ماخدناش حقوقنا لينا فلوس ماخدنهياشي احنا ما بيحاجش حد يبرد علينا ما انت عندك فرصة كويسة اوي موجود في تجمع وحضر فيه من ال 125 نهيئة والمفارقة انه في الثلاث جمعيات دي ما كانش فيه جمال علام لأ فكان فرصة انه يعرف الارقام بتاعت اللي قبله وينعيشها بالضبط والاندياب اللي ليه وحاجة الاندياب التانية كي كله مستعجل الان WHO نزليه في المواقع بسرعة تعيين شبه انتخاب آآ اللي يقدر الاعدة دي هو اللي يقدر يقوله قالو امشي من الاعدة دي فخلينا نشوف الجماعات في عمومية على سعدتك الايمة انا اتكلم كمانا على اخر ميزانية اخر ميزانية اللي هي سنة اللي هي اخر حاجة خالص اللي هي تحت ولاية مين اللي هي دي تحت ولاية احمد ميجاهد واخد جزء من احمد ميجاهد لان وعمر الجنيين طبعا بقوله القابي يعني الميزانية دي من ضمن الحاجات الانصف الاصول السابتة كان فيها حال 23 مليون رقم ممكن يبدو جيد لكن في الاخر مريب الحسابات قال جملة كده تحس ان ايه جملة دي بتقفل ده ما كتير او اوي قالوا احنا الجرد قام بيه الاتحاد وكان فيه بعض المقتنيات والكؤوس والدروع بدون اي قيمة هو ما قالش دفق 2019 ما افترض ان الكؤوس دي هو واضح انه كان اكنه بيرد على الوزير لما ضعت بعض الكؤوس من البتاع وتم اتهام من المكر وقالوا ده الكؤوس دي حتى لو كان الكؤوس مالهى صفة مادية او الدروع دي ما كانش مفترض ان يقول حاجة دا كده لانه في الاخر لو بقالين ليه ازاي ملعاش بدون اي قيمة ازاي لو بقى اتخر ده هجيب فلوس مش هكسمها بدون اي قيمة انا بقى على الجانب المعناوي اه اه الجانب المعناوي والتاريخ والتاريخ والادبي في ده وانده فيه ناس بتجيب بتخش مزادات لتيشيرت وعمره وخمسين سنة عين طبعا طبعا فانا لما يبقى عندي وسحفظ بيه بملايين لما يبقى عندي من ضمن الحاجات اللي ضاية عادية وهي كاس أمم الفريق 2010 انا كان عندي انا واخد تهاتي دول اه اه هو عبارة هو نسخة تقليل ممكن تحد الكوري يداني بس هي امتو التاريخية وامتو لا يعني الكاس دا مرجعش اه لا الكاس دا محتاجت انه من ضمن الكؤوس اللي هي اللي هي ما فيش اتهم وكذا حد وبعد تحقيقات اصف ان ياخد اخي ايه كان دا السرق دي الفيوة وزارة رياضة كانت عامية لجنة ادارية ومالية وتعوى راحة اتحاد وبعد نحول الموضوع لنيابة وفي الاخر النيابة تم لنهاية الموضوع على ايه انه تم عقاب خمس موظفين او اربع موظفين على اهمال على اهمال وعلى انه اه في عامية الجرد ومش عارف ايه فمرايب الحسابات النوادي قالها في البند بتاعه قال انا عندي صافي صافي اه 29 مليون بس انا ايه عندي بعض الجانب لجاب سنة 19 اه اللي هي دي اه ده اللي هو ايه اللي هي اخر مزاي هو ما قالش ده في ايه ما قالش ما هيكقوسكت موجودة مين من سنين اه يعني انت لو رجعنا اصلاح عبره ما قال ما قالش اه اه بزبط كده قال وانه الاصناف بدون اي قيمة تتاخذ بعض الكؤوس والضروع والهداء واشياء اخرى كان رقم بالنسبة النفق قدامه كتير جدا القمر التاني وهو انه انه كان عندنا انه انه في التحاد الكورا منفترض انه متعاقد مع الشركات العالمية اه لتوريد الملابس لمنتخب تقريبا عندنا حوالي 14 مليون ده شيء رائع جدا جدا لكن لما طرف انه من 1 يناير سنة 19 لحد 20 دي ساب 21 او 22 انه مفيش ايضا تعاقد مع الاتحاد وانه شغالين باختاب نواية طب ده كمش من الاولى انه جمعالي لو ما تسأل التحاد الكورا ليه طب انا ممكن انا نظر ليه ليه ختاب نواية ليه ما حولتوش اه ليه ما بقاش طب ليه انا منظم مطولة امم افريقيا 2019 كان ممكن منتخبي وهو مرشح اول بطادي يأتي اخدها كان ممكن ان انا اخد مالي يعني اخد مكافئات مالية على دي يعني دايما الشركات الملابس بيبقى دايما عامل معك فلاك التعاقد بتاعتك لو فست بملكة اول اه لأ مع بطل انت في الاخر تفرق معايا جدا جدا لما لبس الشرت بتاعي ولعب بونهائي ولما لعب واخد بطولة فليه انت ما عملتش ده يعني ده كان من بتبرك من ضمن الجود غريبة اللي انا حتى استوقفني طب يعني حد في جماعي بس ما فيش حد اقنائش واضح ان محد اصلا مش حد اقنائش لو اولا ده خمس دقائق لمناشر تلت 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 ميزانيات ميزانيات بحاجة ارقام ممتحصلش لو الله لو دكانت بآلة يعني ما هيعودوا الكلام في ميزانيتها يعودوا كخمس دقائق يعني يعني فيتناوضوا الامر اصعب لسه جمال علام في احد حواراته الاعلامية مع اصدر احمد موسى هل ان اتحاد الكورة مديون بستمائة مليون جنيه الميزانية دي المفترض انها الحد ثلاثين ستة يعني من واحد سبعة نقول ان يعني ايه في حوالي معنا حوالي أهل من سنة لده بس فيستفنة دي ده خلينا مبالغ رائعة يعني لا مش فهم هل الميزانية الاخيرة بتقول ان احنا مدينين اتحاد الكورة مدين لا لا الميزانية الاخيرة بتقول بتقول حاجة تانية خالص اتحاد الكورة لحوالي مأكبر من فؤل تلتمية مليون جنيه الثلتمية مليون دول عند جهات معينة اتحاد الكورة متكاسم زي تسمها اه اه الطبعا حديثها كلها زي الشركة الرائعية شركة الرائعية وعلى فكرة الشركة الرائعية ديونها بتزيد سنة بعد وارد من أيام مجلس الأستاذ هانا وريدة ثم اللجنة الخماسية ثم اللجنة السلسية عشان بس احنا بنقول ايه على ده في 2018 كانت تقريبا اللي على اللجنة الشركة الرائعة حوالي 5 مليون ده 18 في 18 زادوا ل66 ثم زادت لي 125 وصلت دلوقتي ل 155 مليون 155 مليون جنيه حقوق مجلس اتحاد الكورة عند الشركة الرائعة في حوالي فوق الفوق الميت مليون على الاندية ولو حركت عندنا ورقة هنا انا كنت اجابها ان الاندية هتلاقي دائما من المناطق الكبيرة في اليافة القاهرة الجيزة تقريبا دول عليهم مثلا القاهرة والجيزة تقريبا فوق السبعين مليون ده اللي هي الرسوم استحققات ورسوم التعاقدات انا مفهود ان انا مفهود ان انا باجأ اقايد لعيبة مثلا بلوزء منها ممكن رسوم اشتراك في دوري رسوم اشتراك في عقود بتاعتي لان انا الاهل وزانك دايما عقود بتاعتهم بارقام كبيرة جدا فانا مفهود اتحاد الكورة بياخد نسبة حوالي 3% وبنسبة دي من النسب الكبيرة طب وليه ما استردش فلوسهم من الاندية دي محي بردك ده نقطة واتلاقي الم وعنده لاي على الاندية وعنده بالضبط كده هنخص منك مش عارف ايه وبتزيد يعني ايه عشان بردك انه ده مثلا ايه من المفترض انه هو من عند الاستاذ جمال علام او من عند الاستاذ احمد المجاهد او من عند لما يحقق كله بتزيد او اللي ميجي واضح انه مثلا ايه عشان كيف يقولك المنظومة واحدة ملاش علاقة بالاسماء هي المنظومة من اللحظة الاولى واحدة يعني بتتغير الاسماء لكن الفشل هو هو يعني 155 مليون 155 مليون عن شركة الرعية ومية مليون ونتكلم حوالي عند الاندية الرقم اجابه لحضر ريك بالضبط الرقم في ده رقم 138 مليون عند الاندية يا درقم ضقم اوي اه 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 وفي بقى عند الهرام جزء وفي عند المجلس كومل ما اللي يصرف منين اتحاد الكورة لذا كانت الفلوس دي كلها برا اتحاد الكورة اولي حالي بصد في مفترض ان هو دخله في شهر ابريل ومارس حوالي مثلا 4 مليون دولار لانه منتخب مصر خد مركز رابع في كاس العرب دي خد جايزة عليها حوالي مليون ونص دولار خد مركز تاني في بطول الدولة الاخيرة في الكاميرون اللي كانت في فبراير لها جايزة مالية حتى عدد بزبط 2 مليون ونص دولار كان عنده ماتش مع كوريا خد مية 200 ألف دولار فده ده دخل الدخل كمان بيجيله دخل من زي ما حركت من كانت دهاتي بنتكلم على العقود انه باخد حوالي 3% 3% دول لو نجل بيعملوا رقم وبذات فيه اه اصحيب بتقول ان الاندية ما متورطش ده دخل بعضها دخل جزء كبير من من ده دخل وجزء كبير ما هيديك مهمة يا سبراير اللي على الاندية ده مرحل من سنة والسابقة لو بيبعت جزء النادي مش كله يعني عليه عشرة يبعت تلاتة ويستنون شوية استنون ويبعت جزء ويبعت يستنى بيه للجزء التاني ايه مرة اخرى يعني اسمة الغالبة للتلات ميزانيات هل في الاخر بيلاقي فيه رصيد جايلي من سنة 19 20 23 مليون جنيه لما انا في نهاية 21 وانا بسلم بقى الميزانية دي كفيه رصيد في الاتحاد الكرة مفترض انو كان عندو حوالي مثلا كان عندو مثلا رصيدة نائدية حوالي 50 مليون منهم حوالي مليون وكان الاتحاد دولي بيبعته في السنة دعم حوالي مليون دولار يعني انت ليك مصاري داخل كتير نرجع تالي 600 مليون دي جات منين مليون من 60 مليون 60 مليون لقصيص جمال احنا احنا اخدنا اغلب الفلوس بتاعتنا ودناها مشروع الهدف عشان يكتمل وعشان قابل مش رحنا لناس مشروع الهدف بعد اسمه مشروع الهدف ده ده واحد من المفترض من هو من المشاريع اللي كان مفروض انه يتغير في الكرة المؤسسية مفروض النهاردة لو انا شفنا اي دولة عندها دايما مركز تدريب كبير المركز ده بيضم منشآت وملاعب وبتاعة نهاردة منطقة فرنسا لما بيحب يعسكر او يبدأ معسكره في مركز تدريب الخاص بتاعة نهاردة عملنا مشروع كل اسف لما انتخذنا بيحب ينزل بيروح في فندق وبيسيب معنا ندر العلاميين بروح للعلاميين بيروح اماكن تاني فمفروض الهدف ده ده انت وايخد دعم رائع من الدولة ودعم اخر من الاتحاد دولي كر القدم ونجحتك ان اكتمل مجموعة من الملاعب وفنادق مفترض انها على مستوى عالي انا منشوف المنشآت وحنا جايين في المنشآت منشآت دي انا ما عنديش رقم حقيقي عشان اقوله الرقم تاعته بيتكلم انها من كليفة اكثر من رمائة مليون افترض ان انا منتخب شباب منتخب لومبي منتخب اول انا افتدر انا افتدر مرور مئة مئة سنة مال ايه بقى 600 دي مال ايه بقى 600 دي الستمائة دي مفروض ان يعيب الميزانيات دايما انها عملت حبس حس انها محتاجة بمترجم عشان ترجمها ما انت اكيد تجيب مترجم معك ولو جيبت المترجم صعب قوي قوي يعني من ضمن الحاجات مثلا الارقام اللي ما تعرفش مثلا انك تجيب مثلا ايه عايز تعرف مثلا رواتب الكرة المصرية يعني يقولك ايه ارادة ارادة المنتخب مصر صفر صفر اه اه في الميزانية بيقولك ان ارادة منتخب مصر او انت بتقصد بارادة منتخب مصر ايه اتوضح ليش ان مسوال ارادة بيجي لاما تذاكر اه طب تذاكر منتخب مصر من تذاكر او من رعاء او فقاليلة او الرعاء لو عن الرعاء كمان يديني انا كمان بسيكن صفر في التحصيل انما مستحقات موجودة اكثر موجود ارقاق دي عائب الميزانيات ان انت بتوضح ما بحدش بيناقش الميزانيات الاولى طبعا مفيش حد بيناقش الميزانيات عشان انا بقى اعرف كمان انت لما تيجي تقول لي مثلا زي حصل الاخباطة الاخرية في انه ايه متعاد ايهاب جلال صفر جمال علام لما طلب اصد احمد نوسى قال انه هو حالة 925 الورق اتصرب من اتحاد الكورة والتاني الورق اتصرب من اتحاد الكورة من خل اجتماعات مجزة ضارة بتقول انه هو بياخد مليون ومئة ألف هل صفر جمال علام كان بيتكلم على صاف المبلغ بدون الضرائب يعني هو ده طب انت لما هل ده بقى بيقى واضح في الميزانية حتى ان الاجهزة ده ده على فكرة هتلاقيه في ميزانية الاهل والزاملك اكتر يعني ميزانية الاهل والزاملك لو شفتها انت وعتين ان احنا نعيش لا والله هستنى ان شاء الله هنعيش اكتر هتلاقي دايما انه فيه تفصيل توضيح اكتر بمعنى ميزانية ده زمالك هيقولك كل ايه بجيبته في كام من بره يعني اشتريت مثلا عشا بن شارق بكام اشتريت ساسي بكام دفعت في كذا كام هتلاقي في الاهل يبديك اكتر معسكرات بكذا رواطب مدربين بكذا مش موجود نخالص ده بيديك توتال عام انه مصرفات المنتخب في كل الميزانية التلاتة ورغم اختلاف الادارات التلاتة رغم اختلاف كله مش دول بس اجيبها كمان اربع اخوان منتخب كمان قبل كده بيديك توتال عام انه رقم مصرفات المنتخب الاول كذا مصرفات المنتخب المقلومبي كذا مصرفات منتخب الشباب رقم يعني بيديك رقم عام لكن فصلتلي المنتخب ده صرف قديمه عشان انا كمان اقدر اعمل اقدر اقيم انت صرفت قديم معسكرات صرفت قديم رواتب لا وادي يا دي الجماعة العمومية التي تنتخب مثل هؤلاء او على قل بالتوجيه يعني لا تناقش هذه الارقام الدولة والجهاز المركزي المحاسبات موقفه ايه من الارقام دي المخالفات المنسوبة دي بتروح فين ودي برضو اسئلة واسئلة كبيرة يعني صحيح انه فيه فيه هنا يعني استقلالية للمجلس الاتحاد الكورة باعتباره الفيفا وممنوع التدخل الحكومي لكن ده مش معناه احنا بنشوف برضو الحكومة الامريكية والحكومة الانجليزية وغيرها بتروح تقبض على ناس اعضاف الفيفا فيه اكثر من كده يعني فانما يبدو يا استاذ عاطف انه اسم الجبالاية ده يعني اسمع لمسمى وعشان كده لو هرد استاذ جمال اعلم كان سعيد جدا جدا انهول بطالب اللجنة الوزارية انها تحترق بسرعة اعتباره ان كل اللي فد ده كل اه 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 الهمود ده والتلاصم دي والالغاز دي والاركام دي كلها تمت في عهد مش عهد انا لما جيت بالعكس المنتخب انا جيت في يناير المنتخب فاز بطولة افريقيا اي نعم صحيح كان في نوع من العشوائية اقول له يعني العشوائية في بعض الحاجات لكن في الاخر انا بالنسبة الاركام دي لسه ما عملتش حاجة لسه مع hele لو بعدين بلاقي الاعلام اللي هو اساسا معظمهم كانوا اعضاء في مجالس ادارة اتحاد الكرة واستقالوا بلاقيهم بينتقدوا جمال علام علشان ماشى كروش بينما انت لو شفت قبل لمطش في مصر والسنغال كروش بيتعامل في ايه من الاعلام نفسه اللي بيطالب برحيله انه ده ميقدمش كرة جمالية يعني أنا أعتقل أعلام الرياضي شريك في الجريمة مش كده طبعا أنا نفسي نجيب ماتش نيجيريا كان ماتش فاصل أول ماتش منتخب مصر فيه بطولة أمو أفركة نجيب الناس قالت إيه بعد ماتش نيجيريا والهديمة ونجيب الناس قالت إيه بعد ماتش الكاميرون وماتش سنغان عشان يعرفوا أنهم مش ركاء في الجريمة أنهم الجريمة نفسها بالعكس أن نفسي نفسي الكابتن حدي إمام يجيب اللي قاله يقف قدام اللي قاله على كروش تحديداً جديداً بعد وفي كاس العرض قبل ساعتها كان لسا كابتن حدي ما دخلتش لسا مقاش في انتخابات وابتعد الكاس العرب كابتن زم يقف شوف إيه ورأيه إيه واسلوبه مش قارب إيه فبالعكس إحنا طبعاً مشاركين مشاركين لأنه إحنا انفعلين جداً جداً وساعات بمفضل المصلحة بتاعتنا قبل كمان الانفعال ساعات؟ ساعات يقولي يا جميلة السيدة صباح ما هو عشب يعني البعض يا ساعات كثيرة بمفضل المصلحة شكراً جداً صلى الله عليه وسلم هناك قنبلة ما موجودة في مضيق باب المندب البحر الأحمر يمكن أن ينفجر نعم هذا كلام حقيقي ووقايا وحقايا كاملة يمكن أن يعرضها لكم هذا التقرير لكي نؤكد على هذا الخطر وما يحيط هذا الخطر من يعني ضغوط هنا وهناك لكن على الأقل من حقنا أن نعرف يلا نشوف موسيقى موسيقى